لم تقتصر أياد الميليشيا على زراعة الألغام في البر فحسب بل حتى في البحر أيضا هنا في ساحل منطقة العرضي في باب المندب شنوب مدرية ذباب فقد المواطن حبيب علي صالح إحدى ساقيه في شاطئ البحر الأحمر بعد أن انفجر به لغم بحري لا أقدر أشتعل في البحر ولا أقدر أشتعل في البر ولا أقدر أشتعل في أي حاجة يعمل حبيب في مهنة الإصطياد منذ أن عرف نفسه واليوم يتوقف نشاطه بعد أن بترت ساقه اليمنى وفقد القدرة على العمل إذ ما يزال ينتظر الحصول على ساق صناعية تساعده على تخطي حالته الصعبة أنا لا أشتشعني لا أتوقع على رقلي لا أقدر ألبسها لا أقدر ألبسها ولا أقدر أمشي به كان الصياد في السابق عرضة لمخاطر كالطرابات البحر أو الاقتراب من أسماك القرش لكن مع وصول ميليشيا الحوثي إلى شواطئ الساحل الغربي تغير الخطر وصارت الألغام التي يجري زراعتها تهدد حياة المئات من الصيادين توقف نشاط الصيادين في بعض الأجزاء بالبحر الأحمر بعد اكتشاف العديد من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي ولم تعد هذه المهنة ممكنة الآن فحوادث استهداف الصيادين هنا في باب المندب غرب محافظة تعز متزايدة كما يقول الأهالي إذ يؤكدون أن الألغام أودت بحياة بعض الصيادين في المنطقة الساحلية لتتسع تهديداتها وتشمل مخاطرها البحر كما في البر اشتركوا في القناة